مفهوم الأدب النسائي من وجهة نظركم ككاتباتي يعني أولا هل في فرق في المسميات لأن احنا قلنا أدب نسائي وقلنا أدب نسوي وقلنا أدب المرأة يعني احنا قلنا الثلاث أسماء هل في مفاهيم مختلفة أو هل في معاني مختلفة بتجتمع على نفس المفاهيم بوسي هي مظلة أدب المرأة ممكن تشمل الكتابة في مواضيع تخص المرأة من رجال ونساء ومن أي حد مهتم بالكتابة عن مواضيع تخص المرأة بس لما نتكلم على الفامينزم بالذات القضية النسوية دي يعني ظهرت في أمريكا الشمالية وظهرت في أوساط خارج المنطقة بتاعتنا عشان تدفع عن قضايا وتتكلم عن مشاكل كانت بتعاني منها المرأة هناك فإحنا لو حابين يعني نشوف حاجة مشابهة لده في منطقتنا العربية فإحنا لدينا مشاكل خاصة بطبيعة مجتمعاتنا وكده مختلفة لكن إحنا ممكن نوصف نفسنا ككاتبات متخصصات فيما يخص أي موضوع مهم للمرأة بأنه موضوع نسوي موضوع خاص بالمرأة أنا لما أكتب عن مثلا موضوع شديد الخصوصية للمرأة زي مثلا الإنجاب زي مثلا الإجهاد الأمومة مفتفاصيل أنه الكاتب عمره ما هيقدر يحس بيها أو بمشاعرها يعني طبعا فيه كتابة احنا قلنا ده في المقدمة أنه فيه كتاب كتير جدا تميزوا وأداباء كتير جدا تميزوا في التعبير عن المرأة وعن قضيها وعن مشاكلها وعن حكاياتها طبعا بس فيه مشاعر معينة أعتقد أنه ما فيش مخلوق هيقدر يشرحها أو يقولها لأنه ما حسهاش زي ما هي حسيتها مضبوط جدا أنه إزاي رجل هيوسف مثلا يعني ألم المرأة الداخلي مثلا لو هي بتمر بتجربة فقدان جنين أو مثلا بتمر بتجربة إرضاع طفلها مثلا هو إزاي هيقدر يوسف بالزبط بالزبط هل إحنا كنساء محتاجين نقرأ عن الموادية دي يعني أنا مثلا زوجة جديدة أو أم الأول مرة هل أنا لو لقيت رواية بتحكي عن مشاعري وتحكي عن تجربتي ولو أراها رجل أو أراها زوجي أو أراها حد مش حاسس بمشاعري دي ممكن تفرق معي والتعامل يختلف أنا دوري ككاتبة يعني مهتمة بالأمور دي إن أنا حاول أوصل صوت ومشاعر المرأة اللي بتمر بالتجربة دي لأننا في كتير من الأحيان منلاقي ناس ما بترعيش لا الستة الحامل ولا الستة الأم اللي هي مثلا معيلة أو الأم اللي لوحدها أو اللي بدون رجل كل دي مشاعر إزاي رجل هيوصفها يعني وتجارب صعب جدا أن الرجل يحس بيها بردو هو سبب فيها إلى حد ما أكيد يعني جزء منها مش هرقل سبب فيها أنا سيمكن نقول هو جزء منها